تفضلت اسمو الشيخ منيرا بنت حمد بن عيسى الخليفة فشملت برعايتها الكريمة افتتاح معرض المنزل المنتج الذي يقام للمرة الأولى وتنظمه وزارة العمل والتنمية الاجتماعية ويستمر خلال الفترة من العاشر إلى الحادي عشر من فبراير الجاري في نادي شريف العوض للأطفال والناشئة بمنطقة الرفاع الشرقي بمشاركة خمسين أسرة بحرينية منتجة وكان في مقدمة مستقبلي سمو الشيخ منيرا بنت حمد بن عيسى الخليفة سعادة وزير العمل وتنمية الاجتماعية السيد جميل بن محمد علي حميدان إلى جانب عدد من كبار المسؤولين بالوزارة والمدعوين وقد بدأت سمو الشيخ منيرا بنت حمد بقص الشريط إيذانا بافتتاح المعرض ثم قامت بجولة اطلعت خلالها على المنتجات المعروضة التي تعبر عن ما وصلت إليه الأسر البحرينية المنتجة من إبداعات في مختلف مجالات التصميم والتشكيل بمستوى حرفي عادي كما التقت سموها بالأسر مباشرة حيث تحدثت معها حول سبل تطوير المنتجات وزيادة فرص تسويقها والترويج لها وعربت سمو الشيخ منيرا بنت حمد الخليفة عن سعادتها بافتتاح معرض المنزل المنتج الذي يقام لأول مرة وقالت إنما شهدناه من منتجات واسعة وتشكيلات كثيرة من المنتجات المنزلية عكست قدرات الإبداع والابتكار لهذه الأسر المنتجة وما تميزت به من مستوى طيب كما شهدت سموها بدور وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في دعم وتشجيع هذه الأسر لتأخذ دورها في مسيرة التنمية التي تشهدها البلاد وقدمت سمو الشيخ منيرا بنت حمد الشكر والتقدير لوزير العمل والتنمية الاجتماعية وجميع المسؤولين بالوزارة على حسن العداد والتنظيم لهذا المعرض الذي يعتبر خطوة طيبة في سبيل النهوض والارتقاء بالأنشطة والفعاليات الاقتصادية وتنمية روح الابتكار والمنافسة في تقديم المزيد من المنتجات التراثية والتقليدية متمنية أن سموها كل التوفيق والسداد للأسر المنتجة والقائمين على هذا المعرض وبهذه المناسبة أعربى صعدة وزير العمل والتنمية الاجتماعية سيد جميل حميدان أن خلص الشكر والتقدير لسمو الشيخ منيرا بنت حمد بن عيسى الخليفة على رعايتها الكريمة لهذا المعرض وتفضلها بافتتاحه والاطلاع على ما فيه من منتجات تعبر عن مهارة وابداعات الأسر البحرينية المنتجة التي تعكس أصالة ودقة عمل الأسر البحرينية وحرصها على انتاج وتطوير المنتجات الوطنية والتراثية منوها بتشجيع سموها الدائم للأسر المنتجة ودعمها للمشاركين في المعرض